أجواء من الترقب في ألمانيا بعد أن قال الأمريكيون كلمتهم رغم تأكيد السفير الأمريكي أن العلاقات هي لن تتغير المستشار ميركل هنأت الرئيس الجديد مؤكدة على أهمية القيم الديمقراطية أهنئ الفائزة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات ألمانيا وأمريكا تشتركان في قيم الديمقراطية والحرية واحترام الحقوق وكرامة الإنسان بغض النظر عن لون بشرته أو دينه أو جنسه أو ميوله الجنسية أو قناعاته السياسية بناء على هذه القيم أعرض تعاونا وفيقا على رئيس الولايات المتحدة المقبل دونالد ترامب من جانبه يارشتاين مايا صعوبة في تعزيز التعاون المشترك قبل كل شيء آمل أننا لن نواجه أوقات أصعب على الصعيد الدولي فعلى مدى حملته الانتخابية وجه دونالد ترامب عبارات النقد لأوروبا وألمانيا علينا التكيف مع حقيقة أن السياسة الخارجية الأمريكية ستكون أقل قابلية للتوقع في المستقبل القريب ما من أحد يعلم سياسة ترامب الخارجية وكيف سيكون التعامل معه وهو ما يقلق وزيرة الدفاع الألمانية هذا يعني أننا لن ندخل في مرحلة فراغ التغيير في الإدارة فقط بل أيضا هناك تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان سينفذ تصريحات حملته الانتخابية الإعلان عن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية هذا الصباح شكل صدمة للكثيرين أنا مصدومة لكن علينا الانتظار حتى نعرف كيف سيتطور الأمر هذا مفزع أتمنى أن تكون هناك آلية مراقبة في الولايات المتحدة تحول دون أن يترجم ما تحدث عنه أو ما هدد به سابقا إلى واقع ما زلت في صدمة عشت 11 عاما في أمريكا وعيشت الكثير من الأمور هذا خطأهم وعليهم أن يتحملوه في السنوات الأربع القادمة وعلى الحكومة الألمانية أيضا التعامل مع ترامب على مدى السنوات الأربع المقبلة على الأقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر